رعى سمو الشيخ محمد بن بارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء حفل افتتاح معرض اكتشاف لقاءات وحكاية من الذاكرة 200 عام على العلاقات البحرينية البريطانية الذي أقامته هيئة البحرين للثقافة والآثار بمتحف البحرين الوطني وبالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني بمملكة البحرين وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب وسفراء الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة وكبار الزوار المدعوين وبهذه المناسبة أشهد سموه بالمستوى المتقدم للعلاقات الثنائية والتاريخية والثقافية التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة والتي يبرزها هذا المعرض بشكل واضح بما يحتويه من معروضات وصور وقصص تؤرخ وتظهر مختلف الزوايا ووجهات النظر المتعددة وأشار سموه الشيخ محمد بن مبارك الخليفة إلى أن الاحتفاء بمرور 200 عام على هذه العلاقات يواكب التطور الملموس في تعززها وتنميتها من خلال بناء فصل أجديد من علاقات التعاون الاستراتيجية والشراكة الحقيقية والذي أكدته زيارته دولة رئيسة وزراء المملكة المتحدة الصديقة تيريزمي خلال اجتماع القمة الخليجية البريطانية في مملكة البحرين الأسبوع الماضي كما أشهد سموه بجهود معالي الشيخ ميمت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار في إبراز مملكة البحرين كواجهة ثقافية وحضارية من خلال فعالية وجهتك البحرين والذي يأتي هذا المعرض المتميز أحد فعالياتها مشيدا في الوقت نفسه بإسهام لمجلس الثقافي البريطاني في إقامة المعرض وما قام ويقوم به من جهود على مدى السنوات العديدة الماضية لتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين من جانبها قالت معالي رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار إن إقامة المعرض تأتي ضمن برنامج الاحتفال بالأعياد الوطنية وبهدف تعزيز العلاقات الإنسانية بين البحرين وبريطانيا التي تشاركتها محطات تاريخية هامة ومنجزات حضارية تمثل شعبي البلدين وتوجهت معاليها بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لدعمه الدائم للنشاط الثقافي في مملكة البحرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قرنين من العلاقات البحرينية البريطانية تجسدها هيئة البحرين للثقافة والآثار من خلال هذا المعرض الذي يكشف عن العمق التاريخي لهذه العلاقات المتينة التي تميزت بها مملكة البحرين كواجهة ثقافية وحضارية تطل على العالم أجمع فهذه العلاقات الثنائية والتاريخية والثقافية التي تربط المملكتين شهدت تقدما عالي المستوى في العديد من المجالات وهو ما يراه من يزور هذا المعرض بشكل واضح لما يحتويه من معروضات وصور وقصص تؤرخ وتظهر مختلف الزوايا ووجهات النظر المتعددة والمختلفة لطبيعة العلاقات البريطانية البحرينية الشيخ محمد بن مبارك الخليفة والشيخ مي بنت محمد الخليفة قد افتتح هذا المعرض الجديد الذي يستعرض العلاقات البحرينية البريطانية لأكثر من مئتي عام ولا توجد طريقة أفضل من هذا المعرض لإنهاء عام الذكرى المئتين معرض استكشافات لقاءات وحكاية من الذاكرة مئتي عام من العلاقات البحرينية البريطانية يستحذر أولى رحلات استكشاف البحرين ومشهدها الأثري فهذا المعرض يستشهد بعض أولئك الذين لعبوا دورا رئيسا في إبراز التراث الثقافي الغني لوطننا وجلب الاهتمام العالمي إليه هذا المعرض يستعرض العلاقات البريطانية البحرينية مع احتفالياتنا هذا العام بمرور مائتين عام على هذه العلاقة وتسليط الضوء على بعض الجوانب ربما المنسية الذكريات، العلاقات الشخصية، الطلاب الذين قادروا إلى لندن المكتشفات الأولى خاصة وأننا في العام القادم نركز على آثارنا أنحكت وهناك صور ومخطوطات ومعلومات عن الآثار وبداية التنقيبات الأثرية في البحرين مع البعثات البريطانية بالطبع سبقتها البعثة الدنماركية ولكن هناك العديد من الجهود في هذا المجال خاصة في منطقة تلال عالي نؤمن بأن علاقتنا مع الدول الشقيقة هي عنصر أساسي من تاريخ البحرين ولا سيما العلاقة مع بريطانيا بشكل خصوص كان لها تأثير في ناطة البحرين الحديثة من خلال التنمية والعمران المجلس الثقافي البريطاني يسعى دائما إلى تسليط الضوء على الصداقة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة فقد قدم العديد من الجهود التي أثمرت إقامة هذا المعرض ضمن البرامج التي تتمحور حول هذا الموضوع خصوصا بأننا نحتفل بمائتي عام من العلاقات البحرينية البريطانية خلال هذه السنة تشاركنا معها محطات تاريخية هامة ومنجزات حضارية تمثل شعبي البلدين نستذكر من خلالها التاريخ الموضيء ونصنع مستقبلا أكثر إشراقا منذ عام 1816 وحتى يومنا هذا علاقات وثيقة بدأت بمعاهدة سلام وتنامت بين المنامة ولندن في مختلف المجالات يقدمها هذا المعرض بأسلوب فريد وبتسلسل تاريخي يبرز أهم الأحداث بالتواريخ والوثائق يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين